المزيد حول تفاصيل زيارة رئيس وزراء رومانيا لمصر ولقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي المشترك تستعرضه مرسلة تلفزيون مصري سهل سلام تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام نتابع منذ صباح هذا اليوم تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الروماني إلى القاهرة في زيارة رسمية تمت صباح هذا اليوم وتستمر لمدة يومين على رأس وفد رفيع المستوى من مقر رئاسة مجلس الوزراء وجرت جلسة مباحثات موسعة بين كلا الرئيسين الدكتور مصطفى مدبولي ونيكولاي تشيوكا والوفدين المرافقين لكلا الرئيسين بعدما تمت مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة للوفد الروماني هذه الجلسة الموسعة للمباحثات والتي تناولت سبل التعاون والعلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين كلا البلدين وعقد مؤتمرا صحفيا عقب هذه الجلسة من المباحثات بدأ دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب برئيس الوزراء الروماني والوفد المرافق له في القاهرة وذلك لأول مرة منذ عشرين عاما وتم الحديث عن أن العلاقات بين البلدين تستمر وترجع إلى مئة وسبعين عاما من العلاقات الثنائية بين البلدين تم الحديث في هذا المؤتمر الصحفي عن بعض النقاط والمتعلقة بالعلاقات بين البلدين وكيف يمكن تنمية هذه العلاقات في الأوقات والفترة المقبلة والمجالات تم الحديث عن الزراعة واستيراد الحبوب الطاقة واستخدام الهيدروجين الأغدر تم الحديث عن البترو كيمويات وكيفية تعزيز هذه المجالات المتعلقة بزيادة حجم التبادل التجاري تم أيضا الحديث عن أن حجم التبادل التجاري قد وصل إلى مليار دولار في تبادل بين البلدين وكيفية تعزيز هذا الحجم في الأوقات المقبلة والفترات المقبلة تم الحديث أيضا عن المنتدى الذي سيتم عقده في بخارست هذا العام بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية وكيفية تعزيز التجارة البينية بين البلدان شكرا الزميلة سالي سالم على هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر